وفق مجلس النواب في جلسته على الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتقرر مناقشة الموضوع في الجلسة القادمة كما وفق المجلس على الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة الموقرة بقطع العلاقات التجارية مع إيران علاوة على قطع العلاقات الدبلوماسية وقطع الملاحة الجوية والبحرية أثرت الأسئلة التي وجه السادة النواب لسعادة وزير التربية والتعليم موجة سريعة من الاختلاف في وجهة النظر فسادة النواب أصلوا على موقفهم تجاه خطة الوزارة فيما أسرت الوزارة هي الأخرى على أنها لا تألو جهدا في مسيرة التطوير فسؤالي كان عن خطة الوزارة لتطوير مخرجات التعليم ونتمنى السعي الدؤوب من وزارة التربية والتعليم إلى تطوير الكادر التعليمي وتمهينهم في جودة التعليم طبعا كان السؤال هو عن المكتبات العامة في البحرين الهدف منه الوقوف على التطور الحاصل في هذه المكتبات وما هو عددها توزيحها الجغرافي عدد مرتادينها آخر تطوير حدث على هذه المكتبات العامة بيّنت أن الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاب بالمدارس الحكومية وكذلك أيضا تقديم الدعم للمدارس الخاصة وبيّنت أيضا أن هناك تقويم تدخل فيه وزارة التربية والتعليم الهدف منه أولا وأخيرا أن نوصل إلى أن نرى أين وضع طلبتنا ونقوم أيضا بالتعليم لتطوير مناهجنا وتطوير أيضا خطاتنا الاستراتيجية أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فكان هو عن موضوع المكتبات أشرت أن اليوم وزارة التربية والتعليم لها تاريخ طويل مع المكتبات ولكن أيضا قمنا اليوم باستحداث مفهوم جديد للمكتبة الأسئلة التي طرحت على وزير الأشغال وجؤون البلديات والتخطيط العمراني كانت أخف وطأة وكان أبرزها ما هو يتعلق بتطوير حديقة المحرق الذي يبين اليوم لوزير الأشغال بأنه سوف يتم إعادة تطوير الحديقة وإعادة على سبق عهده مثل مكان السابق الوزارة حاليا في طور إعداد التصاميم الهندسية بعدما نستكمل الإجراءات الإدارية والقانونية مع المستثمر الحالي إلا فكرة الوزارة تطويرها كحديقة فقط وكمتنافس إلى الأهالي أما مرسوم القانون الذي استطاع أن ينفذ من بين أروقة مجلس النواب ليكون بين يدي مجلس الشورى هو ما يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية يجب ترشيد الانفاق بحيث ما تكون كذا هيئة تتولى نفس اختصاصات نفس المهام فبالتالي تكون هيئة واحدة والتي هيئة المهنة الطبية هي التي تتولى هذه المهام المهام التابعة على وزارة الصحة طبعا اليوم مجلس النواب المواقر ناقش المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض حكم مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهذا المرسوم كما جاء في تقرير اللجنة له عدد من الإيجابيات الكثيرة بالنسبة لنا في الهيئة عدد فرصة بحيث أن يكون هناك مجلس واحد لصنع القرار في الختام تم سحب ثلاثة تقارير تتعلق بالرسوم القضائية والصرف الصحي والتأمين ضد التعطل لمدة أسبوعين لمزيدا من الدراسة سور عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية